اشتركوا في القناة الشوك اقلقني وصوت الحادي الحج عبادة وسلوك يصحبكم فيه اعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبدالله المصلح واخراج عبدالله ابن بارك الدوسري البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى اثره باحسان لنا يوم الدين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحج عبادة وسلوك في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى سنتكلم عن الحج رحمة سيكون الحديث عن اوجه الرحمة في هذه العبادة الحج فريضة من فرائب الاسلام والاسلام دين رب العالمين دين ارحم الراحمين الذي جعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم موصفة بالرحمة فقال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فالاسلام بكل ما فيه من شعائر بكل ما فيه من عبادات بكل ما فيه من احكام بكل ما فيه من واجبات بكل ما فيه من فرائض كله رحمة يبصر ذلك ويدركه من فتح الله بصيرته وادرك ما في هذه العبادة العظيمة الجليلة من اوجه البر والاحسان ان لله مئة رحمة انزل منها رحمة واحدة يترحم بها الناس بل رحمة واحدة بين الانس والجن والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها وادخر جل في علاه وهو ارحم الراحمين تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة من هذه الرحمة ما كان في تشريعه فهذا الحج بمشاعره وبشعائره وأحكامه وشرائعه هو رحمة من الله عز وجل يبدو ذلك في الغاية من الحج فالحج به تحط السيئات وتكفر الخطايا والأوزار فمن حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يا الله ما أعظم إحسانك وعطائك وبرك ونوالك أسألك يا رب العالمين أن لا تحرمنا فضلك رحمة لا يحدها وصف ولا يبينها لسان إنها رحمة أرحم الراحمين الذي جعل هذه العبادة حطا لتلك الجبال من الخطايا والسيئات تلك الجبال من الأوزار تتلاشى وتتبدد وتذهب إذا أحسن العبد في حجه فحج قاصد لله عز وجل ولم يرفض ولم يفسق من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه عطاء عظيم إنه وجه من أوجه الرحمة التي في هذه العبادة العظيمة أضف إلى هذا وجه آخر من أوجه الرحمة أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا وجه آخر من أوجه الرحمة ومن أوجه الرحمة أن الله لم يفرض الحج إلا على المستطيع فقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا من أوجه الرحمة أن الله فرض الحج مرة في العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد عليه فسكت فعاد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فمن رحمته جل في علاء انفرض الحج على عباده في العمر مرة واحدة ومن أوجه الرحمة في هذه العبادة أن الأجر فيها على قدر المشقة والنصب فما بذله الإنسان لا يذهب هباء قال صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نفقتك ونصبك فكل درهم أو فلس أو قرش تدفعه فالله سيجزيك عليه عطاء عظيم ويرتفع به ثوابك ويعلو به مقامك كما أن التعب الذي يدرك الحاج في تنقلاته سواء كان تعبا بدنيا أو تعبا نفسيا كل ذلك مما يؤجر عليه عند الله عز وجل ويعظم به أجره الحج رحمة فيما فيه من السعة والرخصة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات كل ذلك رحمة من الله عز وجل بعباده الحج رحمة في اجتماعه وأفعاله فإن المؤمنين يتراحمون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي يا أيها الناس إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو والغلو في التزاحم والغلو في الرمي بأكثر مما أمر به الإنسان والغلو في أن يتكلف الإنسان عموما ما لم يشرعه الله تعالى له الرحمة بادية في كل صفات هذا العمل وفي هذه العبادة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء من في الحج إلا ويقول افعل ولا حرج رحمة بالعباد ورفقا بهم فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه إننا بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا أن هذا الدين دين رحمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بأوصافه أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة فهو الرحمة المهدات لجميع العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الحاج ينبغي أن يتذكر أن الله عز وجل يرحمه بما يقوم في قلبه من رحمة العباد ورفقه بهم وحنوه عليهم وعطفه عليهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء والرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث جرير لا يرحم الله من لا يرحم الناس لا يرحم الله من لا يرحم الناس رحمة العبد للخلق مما يدرك بها وينال بها رحمة الله تعالى التي من آثارها خيرات الدنيا ومن آثارها خيرات الآخرة ومن فقدها فقد قطع أكبر أسباب نوال الرحمة فالقلوب الخالية من الرحمة لا تنال الرحمة وينقطع الحبل بينها وبين خير الدنيا وخير الآخرة إن رحمة الله قريب من المحسنين فلنحسن في حجنا وفي أعمالنا لنحسن لأنفسنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق التوحيد لله عز وجل ولنحسن إلى المسلمين بإيصال كل بر وإيصال كل خير إلى الناس فإن الله تعالى يحب المحسنين ويحب الراحمين ومن لا يرحم لا يرحم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن أنا بحاجة إلى أن نؤثر على أنفسنا وأن نأتي إلى الناس الذي نحب أن يعاملنا به فإن هذا من أوجه الرحمة أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فأنا عنده بإخوان الحجاج إلى أن يحسنوا في معاملته من الناس كل معاملة كل تصرف تحب أن يعاملك الناس به فحامل به غيرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هذا فيما يتعلق بصلته بالله عز وجل وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى وهذا فيما يتعلق بمعاملته بالخلق أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على استقامة الأخلاق وسلامتها قيامنا بما فرض الله تعالى علينا من تلك الأعمال الخالصة النقية الطاهرة أيها الإخوة والأخوات الحج من الأعمال المباركة التي تزكو بها الأخلاق وإذا زكت الأخلاق واكتملت تلك الأخلاق على الوجه الذي يرضى الله عز وجل بدت فيها سمات الرحمة فإذا تخلق المؤمن بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصي أصحابه بالسكينة فيقول ليس البر بالإضاع السكينة السكينة ليس البر بالإضاع السكينة السكينة ليس البر بالإضاع كان ذلك من دواعي اتصافه بالرحمة تجده يرحم الفقير بإعطائه ما يسد حاجته ويرحم الضعيف بإعانته وحمله متاعه ومساعدته لبلوغ غايته يرحم الجاعع بإطعامه يرحم المستغيث بإغاثته يرحم الضعيف بعدم مزاحمته والإفساح له وأهل مجر من أوجه الرحمة التي نحن بحاجة إليها وقد يبلغ العبد بالرحمة مبلغا لا يتخيله أتعلمون أن رجلا دخل الجنة غصل أماطه عن طريق المسلمين قال لا يؤذي المسلمين فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة أتعلمون أن امرأة من بني إسرائيل بغي تتجر بعرضها وشرفها تزني وتأخذ على الزنا أجرا سقت كلبا رحمة به حماها الله تعالى وغفر لها ما كان من بغائها إننا بحاجة إلى إبراز هذه المعاني المهمة التي هي في الحقيقة جوهر الدين وهي مقصود أن تعمر القلوب بالسكينة أن تعمر القلوب بالرحمة أن تعمر القلوب بالخير ومحبته للناس أن يلتزم الإنسان ما استطاع من دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهددين تصف عنا السوء والفحشة واجعلنا من عبادك النجبة ولا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هدينا سبل السلام واخذ بنا واصينا إلى ما تحب وترضى من الأعمال إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الحج عبادة وسلوك أستودعكم الله الذي لا تضع داعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته